للمزيد من العطاء يرجى الاشتراك بالقناة ودفعي لزر الجرس مرحبا بكم في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية بالعربية درس اليوم يتحدث عن أدوات النكرة تستخدم مع الأسماء التي نصادفها لأول مرة وننكر وجودها مسبقا أدوات النكرة هي تستخدم للمفرد المذكر مثال اشتريت كتاب كتاب مفرد مذكر نضع أمامه الأدات نتقل للأدات الثانية من أدوات النكرة وهي وتستخدم للمفرد المؤنث مثال عندي سيارة سيارة مفرد مؤنث نضع أمامها الأدات ننتقل للأدات الثالثة من أدوات النكرة وهي وتستخدم للجمع سواء كان مذكر أم مؤنث مثال رأيت قطط في الشارع شا اسم جمع وضعنا دي أمامهم ملاحظة في الجملة المنفية نحول الأدات أم أو أين أو دي إلى دو مثال جملة الثانية حولنا الأدات لأنه لدينا نفي لا أملك سيارة ننتقل إلى الجملة الثالثة لم أرى قطط في الشارع أيضا حولنا الأدات لأنه لدينا نفي ولاحظة أمام الصفة تحل الدو محل الده مثال جي دبو فيتما جي دبو فيتما عندي ملابس جميلة حلت الدو محل الده مثال آخر إليا دجولي شاسور عنده أحذية جميلة أيضا حلت الدو محل الده وضعوا م Luis وضعوا وضعوا غل تجميلة أيضا حل إليا وضعوا